الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا امتحان محافظة الاليوبية. واللي بيبدأ معي بسؤال الديالوج سؤال المحادثة. طبعا زي ما تعودنا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادثة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحب. وخلي بالك. السطر ده مهم جدا. بيعرفك المحادثة بتتكلم عني. بيقول هنا معاز meets anas who is going to travel to فرنس. طيب معاز بيقابل انس اللي هو بقى مسافر الى فرنسا. طيب خلينا نشوف كده. معاز بيكلم انس وبيقول له. بيقول له هنا يعني. بان عليك انك انت مبسوط. هنا معناها لماذا? ليه يعني? طيب احنا عرفنا من السطر اللي فوق ان هو هيسافر فرنسا. فهو ده السبب. يبقى لما اجا جاوب بقى على بيبدأ بكلمة اللي هي معناها بسبب. او لانا. هيقول له هنا because. وطبعا من السطر اللي فوق بقى هيقول علشان يعني انا مسافر الى طبعا فرنسا. يبقى because I am going to travel to فرنس. شك كده قلت لك مهم جدا انك تقرس السطر اللي فوق ده وترجمه قبل ما تحل. كده اول اجابة جاية من السطر اللي فوق. بيقول له بان عليك مبسوط ليه يعني? قال له علشان انا رايح فرنسا. طيب بعد كده معاز سأل سؤال. علشان اعرف السؤال برضو لازم اقرأ الاجابة. قال له I will visit Eiffel Tower and other interesting places. انا هزور برج ايفل يعني وبعض الاماكن المشهورة. طيب خلي بالك هنا بيسأله هتزور ايه في فرنسا? طيب ما او ماذا دي اسمها what? لما اجا اقول بقى ما الاماكن عندي حاجة اسمها what places. دي على بعضها كده اداة استفهام. ايه الاماكن يعني اللي انت هتزورها? يبقى what places? هنا بستخدم كفعل مساعد او ناقص. وبعد الفعل اللي هو وكمل بقى واقول له visit there. الاماكن اللي انت هتزورها هناك. قال له في الاجابة طبعا هزور اماكن شيقة. طيب بعد كده معاز سأل قال له how will you travel? طيب بيقول له يعني هتسافر ازاي? هاو بتسأل عن وسائل المواصلات. طبعا فرنسا يعني هتسافر بالطيار. لما اجا اكتب اكتب buy واكتب الوسيلة اللي هتسافر بيها. فقدر اقول له buy plane يعني بطائرة. يبقى رقم تلاتة buy plane. معاز سأل سؤال. الاجابة I will stay for two weeks. خلي بالك بقى. بقول له how to play. لما تلاقي four وراها مدة زمنية يبقى السؤال على طول بhow long? اللي هو كامل مدة زمنية. يبقى بيسأل يعني هتقعد قد ايه? كامل مدة زمنية دي اسمها how long? وبرضه هستهتم كفعل مساعد او ناقص. وبعد كده شباب بقول لي you اللي هو الفاعل. وكمل الفاعل في المصدر اللي هو stay. يبقى رقم اربعة. how long? will you stay there? يعني هتقعد الدقيقة هناك. قال له لمدة اسبوين. قال له I hope you enjoy your time there. باتمنى لك ان انت تقضي وقت رائع هناك. طبعا هيشكره في النهاية. فيقول له thank you. بيقول له باتمنى انك تستمتع بالوقت هناك. فقال له شكرا لك اللي هي thank you. طيب بعد ما خلصنا محادسة نبدأ بعد كده ناخد السؤال اللي بعد محادسة. بيكون عندنا سؤال مهم جدا وهو سؤال read and complete اللي هو تكملة النص. السؤال ده هو عبارة عن نص صغير بنقرأ كويس جدا وبنترجمه على مهلنا. وبيدينا فوق هنا ست كلمات. بتبدأ تترجمها وتختار منها اربع كلمات في الفراغات اللي قدامك دي. خلينا نشوف كده. بيقول هنا. دكتور حامد ده دكتور استاذ يعني في كلية ايه في جامعة بنها. طيب انا عندي كلمة اسمها كلية الطب اسمها فاكلتي اف طبعا ميديسن اللي هي الطب. يبقى اول اجابة هتبقى ميديسن. بعد كده بيكمل بيقول بنها is the capital of قليوبية. ان بنها دي عاصمة الاليوبية يعني. خلي بالك من حاجة مهمة جدا. انا عايز هنا ضمير وصل اللي مكان. بس انا هنا بوصف المكان. طيب لما بوصف المكان يبقى الويتش. لو كان في حدث حصل في المكان كنت قلت وير. فرقم اثنين هتبقى ويتش. عايز يقول يعني انه عاصمة الاليوبية اللي بيطقع في شمال مصر. مجرد وصف. يبقى ويتش. بعد كده بيقول الدكتور حامد is a great surgeon. تجرح رائع يعني. he performed many dangerous successful operation. طيب بيقول انه بيعمل عمليات كتير جدا خطيرة. in different not all over ايجيبت. الرجل ده بيعمل عمليات ناجحة وخطيرة. في طبعا هايز يقولك في جميع مستشفيات مصر. طيب العمليات تمام في المستشفى. مستشفى بقى اللي هي hospital. يبقى رقم تلاتة هتبقى hospital اللي هي مستشفيات. بعد كده بيقول لي هنا طيب عايز يقول ان القليوبية معروفة ومشهورة بيه الانتاج الزراعي. من المحاصيل والفواكه والخضرات. يبقى هنا عايز كلمة انتاج اللي هي production. يبقى دهي رقم اربعة. طيب رجع معي الاجابات تاني كده بسرعة. اول اجابة قلنا medicine اللي هي كلية الطب يعني. والتاني اجابة شباب وقلنا هي كلمة which اللي هو ضمير عائد على مكان بيتم وصفه. طيب بعد كده رقم تلاتة كلمة hospitals اللي هي المستشفيات. واخر حاجة production اللي هو الانتاج الزراعي. طيب بعد ما خلصنا سؤال اه التكملة بيكون عندنا بقى سؤال القطعة ده سؤال مهم جدا اهم حاجة فيه انك انت تقرى القطعة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. نبدأ نرى القطعة بتاعتنا علشان نحل عليها. بيقول لي هنا water is life. المية هي الحياة. water is necessary for every living thing. بيقول ان المية هي الحياة والمية دي ضرورية لكل الكائنات الحياة. بعد كده بيقول if there is no water. لو ما فيش مية بقى there will be no life on earth. مش هيكون فيه حياة على الارض. man animals and plants would have died without it. بيقول ان الناس والحيونات والنباتات كل ده ربما يموت بدون هات هنا عيد على الووتر بدون المية يعني خلاص كده. we can get water from rain rivers walls springs and sometimes from seas after removing salt from their water. طيب بيقول هنا احنا نقدر نحصل على المية من الامطار والانهار والينابيع وكمان احيانا من البحار بعد طبعا ما نستخرج الملح من المية. people الناس use fresh water for drinking washing and cooking. الناس بتستخدم المية النظيفة يعني للشرب وطبعا الغسيل والطبخ. بعد كده بيكمل وبيقول in some places في بعض الاماكن there are healthy springs. في بعض الاماكن بيكون في بقى مية نبيع صحية. طيب بكمل كده. the water of these springs. المية اللي في هذه الانبيع is special water. دي مية خاصة جدا. which is very good for health. مية دي بتكون جاهدة للصحة. people from far away places. الناس اللي من اماكن بعيدة بقى. come to drink. بيجوا يشربوا the water from these springs. الناس اللي بتيجي تشرب مية من الانبيع to recover from their illness. مهم جدا الموضوع ده. بيقول ان فيها نبيع ميتها صحية. الناس من بعيد بيجوا يشربوا ويستشفوا من الامراض يعني. بعد كده بيقول scientists العلماء do a lot of researches to find solution to the problem of water in some places. العلماء عملوا ابحث كتير علشان يلاقوا حل ليه مشكلة المية في بعض الاماكن. the world should use little water. الناس لازم تستخدم مية اقل. in all fields. طيب دي النتائج بقى. لازم الناس تستخدم مية اقل. اول المية. طبعا المية تستخدم مرة تانية. this means ده معناه using water again. ان احنا لازم نستخدم المية مرة تانية instead of wasting it away. نستخدمها مرة تانية بدل يعني ما نهدرها بشكل اه خاطئ. to increase the supply of water. عشان نزود المية. dams اللي هي السدود have been built to store large amount of water behind them to use it in time of need. علشان نزود المية نقدر نحنا نبني السدود او السدود بنيت عشان نتخزن كمية كبيرة من المية خلف السدود دي. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض حل اسئلة القطع بيكون عندي ثلاث اسئلة اختيارية على القطع. السؤال الاول. the main idea of the text is not. الفكرة الرئيسية للنص. القطع كلها كانت بتتكلم عن اهمية المية. اهمية المية دي اللي هي importance of water. رقم c. فاقول اهمية المية. السؤال اللي بعده. بيقول هنا. the underlined word it. الضمر it اللي في الصفحة اللي فاتت زي ما قلنا كان بيشير الى المية. واحنا بنقرأ قلنا شباب بيشير الى الووتر. اللي بعده قول. dams are used to not much water. السدود بقى استخدمت ليه? طبعا تخزين كمية كبيرة من المية. تخزين اللي هي store. طيب بعد كده هنكمل مع بعض ثلاث اسئلة مقالية على القطع برضو. نبدأ مع بعض السؤال الاول. بيقول هنا. why do some people drink water from springs? ليه يعني بعض الناس بيشربوا المية من الينابيع. طيب لو تفتكر كان بيقول ان الينابيع دي صحية جدا. يبقى له because بسبب. طبعا اه بسبب ان الينابيع دي اولا صحية جدا. طبعا هو الثاني سببين في القطع. السبب الاولاني. because it's very healthy. ان الينابيع يا شباب دي صحية جدا. and السبب التاني بقى. وكانوا طبعا بيعملوا recover illness. يبقى اقول له كده and it helps. طبعا recover illness. ممكن كمان هي تعالج من الامراض. يبقى and it helps recover illness. طيب. بعد كده بيقول هنا السؤال اللي بعده. mention to solution for the problem of water from the text. طيب هات بقى من القطع حلين يعني لمشكلة المياه. خلي بالك بقى. هو قال في القطع في اخر النص في القطع الاولى. كان بيقول we should يجب علينا اول حاجة recycle water or reuse water. ان احنا نعيد استخدام المية مرة اخرى. مش كده. يبقى اول اجابة قدر اقول له we should reuse or recycle water اعادة تدور المياه يعني. and use less water. والحاجة التانية جمال نقدر ان احنا نستخدم كمية اقل من المية. and use less water. لا نهدر المياه. and use less water. طيب السؤال الاخير في القطع بيقول هنا what will happen if there is no water. ايه اللي هيحصل لو ما كانش فيه مية. طبعا مش هيكون فيه حياة. زي ما هو قال في القطع. اعادة اكتب كده. there will know. هاللي بالك no هنا انا بنفي بقى. there will know be life. I want to be life. يعني مش هيكون في ايه يا شباب حياة طالما ما فيش مية. طيب بعد ما خلصنا سؤال القطع بيكون عندنا بعد كده سؤال اختياري. السؤال الاول بيقول هنا. not is a person الشخص بقى اللي بيدفع لغرفة في بيت شخص الاخر. طبعا ده مستأجر. اللي هو لوتجر. اللي بعده بيقول هنا. the word stuff. كلمة stuff gives the same meaning. بتديني نفس معنى. هنا بقى هو عايز حاجة بتسوية في المعنى. وانا ده فريق العمل اللي هو workers او هيئة العمال. اللي هم العمال يعني. بعد كده بيقول لي. not is a means of transport that carries people or cars across water. طيب ايه اللي معناه? وسيلة مواصلات يعني اللي بتحمل الناس عبر طبعا اه المية. طبعا اللي بتشوف المية هي الفري المعدية. واللي بعده بيقول لي. we add not at the end of the word head to mean pain in the head. طيب بنضيف ايه لكلمة head اللي هي رأسي يعني. علشان تعني الالم اللي في الرأس. الالم في الرأس ده صداعة. الصداعة اللي هو headache. فتقول لي a-c-h-e. she has no friends. ما فيش اصدقاء عندها. so she always feels a not. هي ما عندهاش اصدقاء علشان كده هي دايما بتشعر بي الوحدة اللي هي lonely. واللي بعده بيقول هنا. there are many attractive buildings and lots of gardens in new العالمين city. اللي هي العالمين الجديدة يعني. the word attractive means طيب. يوجد مباني كتير جدا وحضائق كتير في مدينة العالمين. كلمة attractive اللي هي جميل او جذاب. تعني beautiful لها نفس المعنى اللي هو جميل او جذاب برضو. بعد كده هنكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال مهم جدا وهو سؤال correct. السؤال الاول بيقول هنا. ندا نواط to the party yet. طيب خلي بقى كلمة yet حط عينك عليها دايما وفتكر yet بتيجي في اخر جملة المضارع التام المنفي. يعني عايز مضارع تام منفي. عايز اقول ندا مجادش الحفلة لغد دلوقتي. طيب مضارع تام ندا مفرد يبقى هاز عشان yet لازم اجيبها منفية. فاقول هنا hasn't وعتنسب. فتقول لي hasn't وتصريف التالت من كيم اللي هو come. يبقى اقول له hasn't come. مجادش الحفلة لغد دلوقتي. السؤال اللي بيقول هنا. كامل كده. طيب خلي بالك من حاجة مهمة جدا. لما تشوف في اي جملة كلمة arrange حط عينك عليها وفتكر. بعبر عن المستقبل بالمضارع المستمر في حالة الترتيب والاستعداد. يعني ايه ترتيب واستعداد? يعني كلمة arrange. كل حاجة مترتبة. يعني انا عايز هنا ايه? مضارع مستمر. طيب. وي جامع يبقى R والفعل مضاف له ing. خلاص كده? يبقى له R building. R زائد الفعل مضاف له ing. واللي بعده بيقول هنا. luxor plane. at 930. طيب دي موعيد في المستقبل. طائرة الاكسر يعني هتصل. خلي بالك بقى في المستقبل طالما الدنيا موعيد بيستخدم مضارع بسيط. مضارع بسيط على حسب الفعل. الطيارة دي مفرد. يبقى الفعل اخره S. افتكر كده الوحدة الاولى. فالصح انك هتكتب arrive. وبعد انت يزود لها S المضارع البسيط في الاخر. عشان الفعل هنا مفرد. تقول لي arrives. اللي بعده بيقول لي هنا. your mom and dad. in that house since 2012. طيب خلي بالك وراها سنة من السنوات. ده مضارع تام. يعني انا عايز جملة مضارع تام. مضارع تام. dad و mom. ده فاعل جمع. يبقى تستخدم have. والفعل هنا تجيب التصريف التالت منه. ده فعلا منتظم. يبقى اخره ايه دي? يبقى الصح ان انا اقول have lived. اللي بعده بيقول هنا. this is not mobile. I have ever seen. it's 50 pounds. طب خلي بالك بقى. ده ارخص تليفون انا شفت في حياتي. الموبال ده بخمسين جنيه. طبعا دي عايز اقول هنا ارخص. طيب انا هنا دي صغة تفضيل. صغة تفضيل يعني ما اقول the least. والصفة الطويلة. طيب بيبقى له هنا ايه يا شباب? برافو عليك. اقول the least expensive. طب حد يقول لها مستر وانا لو قلت the most. طب ما هو اقول لك التليفون بخمسين جنيه يعني واضحة. ان هو باستغرب ان ده ارخص تليفون. اقول له the least expensive. ارخص تليفون. انا شفته قبل كده ده بخمسين جنيه. حد تاني ممكن نقول له مستر طب ما فيه اجابة تانية. طب ايه هي? ممكن نقول مسلا الارخص. بمعنى the cheapest. صح برضو. بس الافضل طالما هو كتب لك بنا الاقواس كلمة expensive. ان انت تكتب صغة التفضيل the least expensive. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بتبدأ معايا بسؤال مهم جدا وهو سؤال الparagraph. طيب السؤال ده زي ما قلنا هيكون فيه مذكرة قريب جدا على القناة هيكون فيها اهم موضوعات الملهج لتلتة عدد دي. بعد كده بيكون عندنا امتحان محافظة الشرقية. نبدأ معاوضة شباب اي امتحان بيبدأ معاك بسؤال ده لك سؤال المحادثة. اهم حاجة طبعا انك انت تقرأ المحادثة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحب. وخلي بالك السطر اللي فوق ده مهم جدا. بيعرفك المحادثة بتتكلم عني. بيقول هنا بيقول ان في ام بتتكلم مع بنتها. خلينا نشوف كده. الام بتقول لها مساء الخير منال وسألتها سؤال. علشان اعرف السؤال لازم اقرأ الاجابة. الاجابة قالت لها مساء الخير يا مام. وقيت لها انا بقرأ ايميل. يبقى اكيد هنا الام بتسألها انتي بتعمل ايه? طيب زي ما قلنا زمن السؤال هو هو الزمن الاجابة. يبقى هتقول لها لان في الاجابة البنت قالت يبقى اول اجابة هي بتقول لها ماذا تفعل? يبقى دي رقم واحد. بعد كده الام سألت سؤال الاجابة قالت لها بتقول لها يعني ان في صديقة انجليزية على الانترنت هي اللي بعتتلي الايميل. يبقى كده ماما جات بتسألها مين اللي بعت الايميل? ما اللي العاقل دي اسمها هو? يبقى هنا رقم اتنين بسأل من ارسله? هو وبعدين اقول sent وبعدين اقول at it هنا عايدة على الايميل. يبقى الاجابة عندي طبعا شباب to you. مين اللي بعته لك يعني? بعد كده الام قالت is there anything new in her email? هل يعني في حاجة جديدة في الايميل بتاعها? طبعا ما نعرفش كمل علشان تعرف. البنت ردت عليها. بعد كده الام سألت وقالت when will she come? when will she come? يعني امتى هي هتيجي? يبقى واضح كده ان هي بعت لها في الايميل تقول لها ان هي هتيجي. يبقى هنا هتقول yes بتجاوب على السؤال اللي هو is there بقى? بهل? فهتقول yes she will come to Egypt. بتقول لها يعني في حاجة جديدة في الايميل ده. فبنتها قالت ايوة ده هي هتيجي خلنا نقول مسلا الى مصر. يبقى she will come to Egypt. ايوة طبعا هي جاية ايه? مصر يعني. سألتها when will she come? when يعني متى? بالتساءل عن وقت. مفيش وقت محدد اكتب لانت عايزه بس اهم حاجة يكون مستقبل. فهتقول مسلا next week. اللي هو الاسبوع اللي جاي. طيب في الاخرات لها will she come alone? هل هي هتيجي الوحدة? اكتب لانت عايزه برضو yes or no? زي اتنين صح. خلنا نقول no. ونقول مسلا she will come with her family. لأ يعني هي هتيجي مع العائلة. يبقى رقم خمسة قلنا no she will come with her family او her friends اي حاجة هتكون صح. هي هتيجي مع العائلة او الاصدقاء وهكذا. طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا السؤال التاني في الامتحان. وهو سؤال مهم جدا طبعا زي ما قلنا هو سؤال تكملة النص. السؤال ده يا شباب هو عبارة عن نص صغير. النص ده بتقريك واز جدا وبترجمه على مهلك. وبيدي لك فوق هنا ست كلمات. بتبدأ تختار منهم اربع كلمات وتكمل بيهم الفراغات اللي قدامك دي. طيب النص بتاعنا بيقول هنا. بيقول يعني ده اعتقد ان فيه اي كلمة او جملة تقدر انها تصف الام. بعد كده بيقول. عايز اقول ان مامتي هي قدوتي. طيب انت حافظ اصلا كلمة قدوة دي اسمها رول موديل. يبقى اول اجابة عندي رقم واحد هتبقى رول. اللي هي قدويا. بعد كده بيقول لي. هي علمتني ان انا احترب الناس. نقول يا شباب ان كلمة هز او هف. بيجوارهم الفعل دايما فيه التصريف الثالث في المدارعة التام. ده مدارعة تام. تصريف الثالث بقى هيبقى تاوت ولا تيتشينج. عايز اقول هنا تصريف الثالث اللي هو تاوت. يعني علمتني ان انا احترم الناس. انا دايما بشعر بالامن بسبب ان ماما على طول موجودة بجواريا. ماما دايما بتساعدني في عمل واجبات ويه عايز يقول بعد كده المهام الدراسية الاخرى. كلمة مهام بقى اللي هي يبقى رقم تلاتة هتبقى جبتها اللي هي يعني مهام دراسية. ده بيقول لي هي يعني بتنظم كل حاجة في حياتي. عايز بعد كده يقول انا بكون فخور جدا بي امي. طيب فخور بي دي اسمها يبقى رقم اربعة هنا هتبقى كلمة راجع معي الاجابات التاني كده او الاجابة عندي قلنا هتبقى كلمة اللي هي يعني قدوة. تاني كلمة عندي هتبقى كلمة اللي هي التصريف التالت من والكلمة التالتة عندي هتبقى اللي هي مهمات واخر حاجة اللي هي يعني فخور بي. يبقى رقم اربعة الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بتبدأ معايا بسؤال القطعة. طبعا السؤال ده اهم حاجة فيه ان انت هتقرأ القطعة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. دلوقتي يا نبدأ نقرأ القطعة بتاعتنا وانترجمها. بيقول لهنا بعد الاجتماع طيب بيقول بعد الاجتماع في سيدة كانت خرجة من الفندق وكانت بتبحث عن مفاتحها بتدور على المفاتيح. بتقول يعني ان هي مشكلة موجودة في الشرط بتاعتها. هي بحست في غرفة الاجتماعات. ولكن المفاتيح ما كانتش موجودة هناك. هي اعتقدت ان هي سبتهم يعني في العربية. زوجها يعني. طيب هنا بيقول ان زوجها كان بيزعق كتير بسبب ان هي بتنسى يعني مفاتيح العربية جوه العربية. بسبب ان العربية ممكن تتسرق. هي طلعت تجري على الباركينج. يعني بيقول ان كان فارغ مفوش اي عربيان. طيب بعد كده بيكمل وبيقول لي. هي طبعا اتصلت على البوليس. وادتهم الموقع بتاعها. ورقم العربية. ووصف المكان اللي هي ركنت في العربية بتاعتها. بعد كده بيقول لي. هي قالت ان هي نسيت مفاتحها في العربية. and that it had been stolen. والعربية بتاعتها سرقة. طيب بعد كده نكمل مع بعض. and our later. بعد ساعة. the wife called her husband. الزوج ابتصلت بزوجها. and told him. واخبرته. what had happened اللي حصل. her husband. الزوج بقى. and said. الزوج غضب جدا وقال. i dropped you at the hotel. يا سلام. بقول لها ده انا اللي مصالك ليه الفندق. she was silent. هي سكتت. for a moment. الى دقيقة. then ثم. said well. قالت له. تمام. come and get home. تعالى وخدني يعني. he shouted. هو. زعى. i will. انا becomes sure. يتأكد. that i haven't stolen your car. بمجرد ان الزابط يتأكد ان مشانها اللي سرقت العربية. طيب بعد ما قررنا القطعة وفنها. نبدأ بعد كده نشرح مع بعض اسئلة القطعة. السؤال الاول بيقول هنا. the main idea of the passage is a. الفكرة الرئيسية للقطعة. طبعا القطعة كلها بتتكلم عن مشكلة زوجة. يبقى اقول له هنا في الاجابة. a wife is problem. يبقى اول حاجة عندي اللي هي مشكلة زوجة يعني. بعد كده بيقول. الزوج كان على طول يعني بيكون غاضب من زوجته علشان هي بتنسها المفاتيح في العربية. طيب كلمة غاضب بقى اللي هي angry. يبقى هو دايما كان بيبقى angry يعني غضبان يعني. اللي بعده بيقول. when the wife went back to the parking place. the car was not. لما الزوجة رجعت يعني ليه المكان اللي كانت ركني في العربية. العربية طبعا ما كانتش موجودة. يبقى. was not there. ما كانتش يعني هناك في المكان ده. يبقى not there. طيب بعد كده بيكون عندنا تلات اسئلة مقالية على القطع برضو. نبدأ مع بعض السؤال الاول. بيقول هنا. do you think the husband will allow his wife to drive the car again? why? بيسألك هل تعتقد ان الزوج هيسمح ليه زوجته ان هي تسوء العربية مرة تانية? why يعني لماذا? انت هنا تقدر تقول ياس وتراتون no. مهمة تقول السبب. خلينا نقول no. لا. بسعب بقى ممكن اقوله because she always forgets anything. هي دايما كانت بتنسى اي حاجة. يبقى بسبب ان هي دائما. وقولوا انها يعني بتنسى. خلاص? يبقى no. because she always forgets. هي دايما كانت بتنسى الاشياء يعني. طيب بعد كده بيقول هنا summarize يعني لخص the second paragraph in one sentence of your own words. لخص البراجراف التاني في جملة واحدة من كلماتك. خلي بالك بقى هو طالب منك النص التاني. النص التاني كان بيتكلم على انها كلمة البوليس. فقول له she called the police. هي يعني اتصلت بالبوليس. اهم حاجة تبقى فاهم السؤال عايز منك النص الاول ولا التاني ولا التالت. طيب هو هنا طالب النص التاني. هقول له she called the police. كلمة البوليس. and give information about the car and herself. كلمة البوليس وطبعا قالت له معلومات. اعطته معلومات يعني about the car عن السيارة وعن نفسها وعن المكان اللي كانت تركنا فيه. about the car. طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا how do you think the husband was when his wife called him? طيب بيقول لك بقى في رأيك بقى الزوك كان عامل ازاي لما زوجها اتصلت بيه. طبعا هو كان غاضب جدا تقدر تكتب كده. he was angry. يعني هو كان غبان طبعا من اللي هي عملته. he was very angry. اللي هو كان غبان جدا من تصرفتها ومن انها بتنسى كل شوية. طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا سؤال اختياري. السؤال الاول بيقول هنا. طيب مين هو الشخص اللي دايما بيحاول انه يغير تصرفات الناس في المجتمعات? وانه ده الناشط او المناضل اللي هو سؤال اللي بعده بيقول هنا. we add the suffix not to change renew into an adjective. اللي بتخليني اغير الفعل اللي هو renew الى صفة. طبعا ما نحط لها في الاخر هنا اي بي اللي اي عشان تبقى renewable اللي هي متجد. الصفحة اللي بعد كده انا كمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا. طيب بيقول لك هنا المكان اللي الاطفال بدون اباء بيعيشوا فيه وبيتم الاعتناء بهم. طبعا ده دار الايتام. دار ايتام بقى دي اسمها orphanage. يبقى اول اجابة orphanage. السؤال اللي بعده بيقول هنا. it was a dream as i was asleep. بعد كده بيقول. the antonym of sleep is a. طيب بيقول. هو كان حلم لاني كنت نايم. the antonym اللي هي معناها عكس او مضاد. كلمة asleep. هو طالب منك عكس كلمة نائم. طبعا asleep يعني نائم. عكسها بقى يقز. يقز دي اسمها awake. يبقى بقوله هنا awake. اللي بعده بيقول هنا. this photograph was taken half a century ago. بعد كده بيقول it was taken not years ago. طيب بيقول ان هي اخزت منذ نصف قرن. طيب احنا عارفين القرن ميت سنة. هو بيقول لك نصف قرن. يبقى هي اخزت من قد ايه? نصف القرن خمسين سنة. اللي هي 50. يبقى بقوله هنا خمسين. بعد كده بيقول هنا. نعط means to say hello or welcome someone. انت تقول لحد اهلا او ترحب بشخص ما انت كده بتحيي. فاقوله هنا greet. بتحيي الشخص له. بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال correct. السؤال الاول بيقول هنا. neither of my friends not going to travel to aswan next friday. احنا عندنا قاعدة بتقول ان كلمة neither of بيجي بعدها فعل مفرد. فالصح انك تقول is going to. لان الجملة هنا في صيغة المضارع. فانت هنا هتقول له as. اللي بعده بيقول لي هنا the cat was not when it saw the dog. طيب بيقول لك القطة كانت ايه? لما شافت الكلب. خلي بالك عايز ان القطة كانت خايفة. هي هنا اللي خايفة. يعني هي اللي حاسة بالشعور. طالما هي اللي حاسة بالشعور. يبقى اقول frightened. اضيف للصفة ايدي في الاخر. لكن لو عايز اقول القطة مثلا مخيفة. هقول frightening. لكن هنا هي اللي حاسة بالشعور. قلنا لما تكون حاسس انت بالشعور بتحط للصفة ايدي في الاخر. اللي بعده بيقول لي. طيب ده مستقبل ولكن عندي مواعيد. الساعة تمانية وتلت. يبقى طالما جاد والمواعيد يبقى مدارع بسيط. مدارع بسيط شوف الفاعل بقى. طيب قطار المترو ده مفرد. طالما الفاعل مفرد بضيف للفاعل اس المدارع البسيط. او عتنسى. فعايز تقول ان قطار المترو بيغادر الساعة كزا. يبقى تقول لي هنا. الفعل هو هو بس بحط له اس المدارع البسيط. اللي بعده بقول لي. نقط. طيب ده مدارع تم. مدارع تام. يبقى في الاخر هنا يا اي είتي اي ما قريدي. الجملة هنا مسبتة. طبعا مسبتة يبقى له قريدي. عايز اقول ان هي عزفت في حفلة الموسيقية. يبقى له قريدي. بالفعل عزفت في الحفلات الموسيقية. يبقى هنا قريدي. هاه هاه نبرموت. طيب خلي بالك برضو احNA قلنا هاف وهاز بيجيوا وراء nghم الفاعل في التصريف التالت. التصريف التالت من اللي هو طبعا فهنا يقول له الفعل في التصريف الثالث. بيكون في عندنا سؤال السؤال ده زي ما قلنا ان شاء الله ينزله مذكرة على القناة قريب جدا هيكون فيها اهم موضوعات تلت عدده. بعد كده نكمل مع بعض في نفس الصفحة بيكون عندنا شباب امتحان محافظة المنوفية. واللي بيبدأ معها زي ما تعودنا بسؤال ده لك سؤال المحادسة. طبعا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك السطر اللي فوق ده مهمة جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عنه. بيقول هنا بسمة is talking with her friend Aya about a football match. طيب بسمة بتتكلم مع صاحبتها Aya عن مباراة كرة قدم. خلينا نشوف كده. بسمة بتكلم Aya وبتقولها هنا. I am going to Tala sports club tomorrow. انا يعني رايحة نادي تلا الرياضي بكرة. Would you like to come? بتسألها بقى. هل ممكن تيجي معايا? بتعزمها? حابة تيجي معايا? طيب. ايا بعد كده هترد. فقلت لها في الاجابة. Of course. بالطبع. I would love to. انا حباجي. وسألتها سؤال. لازم عشان اعرف السؤال ده. لازم اقرأ الاجابة. طيب. الاجابة بقى على السؤال ان بسمة ردت وقالت. my brother اخوي يعني is on the football team. هيلعب في الفريق ده. وكملت وقالت the final match is tomorrow. والمباراة النهاية كمان بكرة. يبقى واضح كده يا شباب ان ايا سألت يعني ليه يعني احنا راحين النادي مخصوص? ممكن نروح مكان تاني. ببسأل عن السبب. لان هي في الاجابة بتقول اخويا بيلعب في الفريق ده? هممكن تقول why? لماذا? وتقول طبعا are you going there? ليه يعني هنروح هناك? او ليه انت رايح هناك? فقلت لها ان اخويا بيلعب في الفريق وبكرة المباراة النهاية. يبقى السؤال الاولان يا شباب why are you going there? ليه رايحين هناك? بعد كده ايا بتسأل سؤال تاني. علشان عارف السؤال ده برضو لازم اقرأ الاجابة. الاجابة بسمعت لها باتقول لها ان المباراة هتبدأ الساعة تلاتة. خلي بالك بقى ده وقت. لما اجسأل عن الوقت. يالما بستهدم when او what time. لاتننصح. خلنا نقول مسلا what time? وبعد كده بجيب الفعل المساعد من الاجابة. في الاجابة الفعل عندي هنا starts. يبقى الفعل المساعد does. ده مدرع بسيط. يبقى اقول له what time does? ايه الوقت يعني? اللي المباراة النهاية هتبدأ فيه? يبقى what time does the final match? والفعل في المصدر بعد does. يبقى تقول لي start في الاخر. does the final match? start. ايه الوقت يعني? اللي المباراة هتبدأ فيه. فقط لها الساعة تلاتة. ايه بعد كده قلت لها how long does the match take? كامل الوقت اللي المباراة بتستغرق وبتستغرقها مدة زمنية. يعني انت هنا هتكتب وقت. طب اكتب ازاي تكمل عشان تعرف? تلاقي. يعني بتخلص الساعة ربعة وبتبدأ الساعة تلاتة. يبقى بتستغرق قد ايه? برافو عليك ساعة واحدة. فممكن تقول لها about an hour. يعني بتستغرق حوالي ساعة. عارفنا منين? لان المباراة هتبدأ تلاتة وتنتهي اربعة. فتقول لها about an hour. بعد كده اية بتقول حاجة الصفحة التانية يا شباب. بس ما ردت وقالت لها you are right. انت محقة المباراة هتكون صعبة جدا. يبقى اية هنا بتقول لها ايه بقى? بتقول لها اني انا اعتقد ان المباراة هتكون صعبة. فخلينا نقول مسلا. يعني اعتقد ان هي هتبقى مباراة صعبة. عرفنا منين? من الرد اللي موجود عندك في الصفحة اللي بعد دي. اللي هو موجود فيه. انت محقة المباراة مش هيكون سهل ابدا اننا نفوزي يعني. يبقى هنا يا شبابة برقم ربعة هنقول اعتقد ان هي هتكون مباراة صعبة يعني. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بسم هنا قالت. المباراة النهائية بتكون صعبة اننا نفوز. وكملت كلامها. طيب بعد كده في الاخر اية ردت على الكلام ده وقالت. يعني انا كمان بتمنى له حظ سعيد. طالما الجملة منتهية بتو. اللي هي معناها ايضا. يبقى هي بتعيد الجملة. يعني كانت بتقول يعني قالت لها اتمنى له يعني حظ سعيد. فزميلتها او صحبتها ردت وقالت انا كمان بتمنى له حظ سعيد. يبقى رقم خمسة. هنقول اي وش هم جود لك. بتمنى له حظ سعيد. طيب بعد كده بيكون عندنا سؤال مهم جدا. وسؤال سؤال التاني في الامتحان. السؤال ده زي ما قلنا شباب عبارة عن نص صغير بنقرأ كويس جدا وبنترجمه على مهلنا. وبيدينا فوق هنا ست كلمات. الكلمات دي بنبدأ نترجمها ونختار منها اربع كلمات نكمل بها الفراغات اللي قدامنا دي. طيب النص بتاعنا بيقول هنا. بيقول ان في مكتبة كبيرة في المدينة بتاعتنا. بيكمل بعد كده بيقول. نقط. طيب عايز يقول ان الاطفال لا تحب المكتبة. طيب خلي بيلك هنا كلمة بييجي وراها الفعل في المصدر. يبقى دي جزئية القواعد كده. عايزة بعدها مصدر. عندي كلمة ولايكس. المصدر هنا اللي هو هيزول الاطفال يعني ما بقيتش تحب المكتبة دي زي الاول. وبعد كده بيكمل نقط. يعني هي بتبدو قديمة وبتحتاج ايه? عشان كده نبدأ مشروع لترميمها يعني. يبقى هي قديمة وبتحتاج دهان. اللي تنفع عندي موجود عندي اللي هي كلمة اللي هي ادهان. يبقى دي رقم اتنين. بعد كده بيقول لذلك سنعمل يعني مشروع علشان نحسن المكتبة بتاعتنا. لهذا السبب محتاجين بعض الايه? يساعدونا في اكمال يعني المشروع. يبقى يكيد محتاجين حد يساعدهم اللي هم متطوعين يعني. متطوعين بقى اللي هي يبقى رقم تلاتة. هنكتفى كلمة اللي هي يعني متطوعين. وبيكمل بعد كده وبيقول. بحتاجين كمان نشجع الاطفال ان هم يستخدموا المكتبة مرة اخرى. كلمة مرة اخرى اللي هي اجين. يبقى دي رقم اربعة اللي هي اجين. رجع معي الاجابات كده. اول كلمة عندي هتكون كلمة اللي هي الفعل في المصدر بعد دونت. وتاني كلمة عندي يا شباب هي كلمة اللي هو الدهان. وتالت كلمة اللي هم متطوعين. واخر حاجة رقم اربعة هتبقى كلمة اللي هي مرة اخرى. بعد كده بيكون عندنا السؤال التالت في المتحان. وهو سؤال القطعة. اهم حاجة طبعا تقرأ القطعة كلها وترجمها على مهلك. هنبدأ دلوقتي نقرأ القطعة بتاعتنا عشان نحل عليها. بيقول هنا. معظمنا بيلتقط صورة سيلفي من وقت للتاني. بيقول بها الممثلين. وطبعا نجوم الموسيقى. الممثلين والموسيقيين والرياضيين والقادة كل ده بيلتقط صور. سهل انك تاخد صورة بتلفون ايه? اه سمارت. ولكن بقى الصور السيلفي دي هي مش فكرة جديدة ولا حاجة. بيقول هنا بالعودة لسنة الف وتممية تسعة وتعالى. امان نيمد روبرت كورنيلوس. بيقول يعني ان في شخص اسمه روبرت كورنيلوس. الرجل ده اخذ اول صورة سيلفي. طيب بعد كده بيكمل وبيقول هنا. هو كان بيشرح بقى ازاي يخذ صورة لنفسه. بينه يعني سبت الكاميرا بتاعته ويجري قدام الكاميرا. طيب بعد كده بيكمل وبيقول. بيسأل يعني ليه الناس بتلتقط اصلا صور سيلفي? بيقول بقى العلماء. العلماء شايفين انه دي طريقة بنتحكم فيها. ازاي الناس الاخرين يشوفونا. طيب بيكمل الكلام وبيقول. ان احنا بقى لما نلتقط الصور دي. بنقدر اننا نختار the best ones that make us look really good. لما بنلتقط الصور دي بنقدر نختار افضل صورة بتبيننا ان احنا جايدين. وكمان ان احنا بنتشارك الصور دي مع اصدقائنا. on social media على social media مواقع التواصل الاجتماعي. بيقول في الاخر there are software programs people can use to make the face look nice. ان في برامج دلوقتي بتقدر تستخدمها علشان تجعل الوجه انه يكون يعني افضل. طيب بعد ما قررنا القطعة وفهمناها نبدأ نحل على القطعة. السؤال الاول بيقول هنا the passage is about not. النص ده عن ايه? طبعا القطعة كلها بتتكلم عن الصور السيلفي. فاقول هنا selfs. اللي بعده بيقول هنا. not talk the first selfie in history. مين هو? اول واحد التقط صورة في التاريخ. سيلفي طبعا قلنا روبرت كورنيدوس. بيقول لي the first selfie was taken not. اول صورة سيلفي التقطت سنة كم? طبعا كان بيقول لي in 1839. سنة 1839. طيب بيكون عندنا تلات اسئلة مقالين على القطع برضو. نبدأ مع بعض السؤال الاول بيقول هنا what pictures do people share on social media? بيسأل اي صور اللي الناس بتشاركها على السوشال ميديا. هو قال لي في القطعة ان هو واحد بس اللي هو السيلفي. اقدر اكتب هنا كلمة سيلفي. او ممكن اكمل برضو واقول يعني selfs الصور اه الامامية and pictures with their friends and family وهكذا. يعني بيلتقطوا صور سيلفي وكمان صور مع الاصدقاء والعائلة وهكذا. تقدر تشارك كل الصور دي. يبقى and pictures with their friends. بعده بيقول هنا what did robert do to take a picture of himself? طيب بيسأل بقى ايه اللي عمله روبرت علشان يقدر يلتقط صورة لنفسه. طيب انت بتجاهب من خلال القطعة. في القطعة كان بيقول لي ان هو ثبت الكاميرا ويجري وقفه قدامه. هقول لي الكلام ده ازاي? هقولي هنا he said his camera. هو يعني ثبت كاميراته. and ran to stand in front of it. وجري وقف قدام الكاميرا. تاني الاجابة كده رجالة وخلي بالك احنا بنجاوب من خلال القطعة. يعني انت هنا ما بتحلش من دماغك. الاجابة عندي كان بيقول? he said هو ثبت his camera. كاميرا بتاعته and ran وجري to stand عشان يوقف يعني in front of امام it الكاميرا. it هنا عيد على الكاميرا. يبعد اقول ان هو ثبت كاميراته وجري to stand in front of it. وجري يعني يوقف قدام الكاميرا بتاعته. الصفحة اللي بعد كده انا كمل مع بعض. السؤال الاول هنا بيقول لي why do people use software programs with the selfs they take. ليه يعني? الناس بتستخدم برامج علشان تتصور بيها الصور السالفي. طبعا كان بيقول لي في اخر سطر في القطعة ان ده بيحصل علشان يحسنوا جودة الصورة. يبعد اقول هنا مسلا to make the photo looks good. يعني علشان يجعلوا الصور تبدو اجمل. يبقى اقول له to make the photo يعني علشان يجعلوا الصورة. طبعا اقول له في الاخرى يا شباب ايه? يعني تبدو جميلة وتبدو رائعة. برامجان زي الفلتر وهكذا. طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال مهم جدا هو سؤال اختياري السؤال الاول. بيقول لي not is the unkind things we say or write about someone online. طيب الاشياء الغير طيبة اللي بنقولها او نكتبها لشخص على الانترنت دي اسمها سايبر بولنج اللي هو التنمر الكتروني. اللي بعده بيقول هنا not is a long narrow boat for one or two people. طيب قارب ضيق ده بيسيع شخص او اتنين ده قلنا اسمه الكانو اللي هو الزورق الصغير. السؤال اللي بعده بيقول هنا my dream is to create an app to help children learn better. بعد كده بيقول create not. طيب خلي بالك بيقول ان حلمي ان ابتكر تطبيق يساعد الاطفال يتعلمه بشكل جيد. كلمة create اللي هي ابتكر او يخترع. هنا في الجملة زيها زي كلمة make اللي هي يعمل يعني يعمل تطبيق. فاقول له make. اللي بعده بيقول لي my class did research into our community needs. بيكمل وقل the results were really not. الفصل بتاعنا عمل بحس عن المجتمع واحتياجاته. بيكمل بعد كده بيقول النتائج بقى كانت حقا ايه? طبعا لازم بقول حقا amazing رائعة. يبقى هنا الصفة اخرها ing. فاقول له هنا ing. اللي بعده بيقول لي spectators enjoyed every minute of yesterday's game. بيسأل بقى بيقول لي كلمة spectators اللي هما طبعا المشاهدين في الجملة قريبة في المعنى من كلمة ايه? خلي بالك بتكلم هنا عن المشاهدين او المتفرجين في المباراة. استمتعوا بكل لحظة. كلمة بقى المشاهدين دي بتساوي عندي كلمة people watching او قريبة في المعنى من الناس اللي بتشاهد الحاجة اللي هما spectators. بعد كده بيقول لي some people are embarrassed about being so tall or so short. طيب بعد كده بيقول they should be positive. بيسألك بقى كلمة embarrassed اللي هي محرج بتعني ايه? خلي بقى لك بعض الناس بيحرجوا لكونهم يعني كونه طويل او قصير. بيسألك كلمة محرج في الجملة دي بتعني انه بيشعر بايه? طبعا عدم الروحة اللي هي uncomfortable. بيقول له هنا uncomfortable. بعد كده يجمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال incorrect. السؤال الاول بيقول هنا last sars day was a holiday. so i not go to school i stayed home. خلي بالك بيقول لك هنا يوم الخميس اللي فات يعني كان اجازة طالما هو بيتكلم هنا عن صيغة الماضي. ركز في الحتة دي. كلمة last معناها السابق. يبقى ده ماضي. يبقى انا مش كنت مضطر ان انا اروح المدرسة في الماضي. انا عدت في البيت. طيب يما محتاج انفي. تنفي في الماضي بdidn't. كلمة have to. انا مضطر ان. لما اجن فيها في الماضي باستخدم لم اكن مضطر. وبعدين بيجي بعدها طبعا. يبقى اول اجابة شباب رقم واحد هتبقى didn't have to. السؤال اللي بعده بيقول هنا. طيب خلي بالك برضو دي مقارنة كده واضحة في موجود بقارن بين التسوق عبر الانترنت والتسوق آآ بشراء الملابس. طيب انا عايز صيغة المقارنة من جود. لازم بقوله هنا. اللي بعده بيقول هنا. يوم الاتنين اللي جاي. we not a new kind of medicine. this is our plan for the next week. ده مستقبل ولكن خلي بالك بقى. انا عندي هنا علامة كده مهمة جدا. ايه هي? كلمة our plan. our plan يعني دي خطتنا. لما تلاقي عندك خطة او قرار او نية بنستخدم للمستقبل going to. يبقى انا محتاج التركيبة بقى اللي هي is or are going to المصدر. عشان اعبر عن المستقبل لان في خطة. يبقى انا هعمل ايه? وايه هنا? جمع. يبقى هتجيب الاول are. بنركز كده واحدة واحدة. وبعدين going to زاد المصدر اللي هو try. طب ليه يا مستر احنا اخترنا التركيبة دي بالتحديد. علشان كلمة plan اللي هي خطة. يبقى are going to try. طيب السؤال اللي بعده بيقوله هنا. my sister has already not the piano in two concerts. طيب بيقولي ان اختي. خلي بالك بقى كلمة already بتقولي ان ده مضارعة تام. مضارعة تام بيجي تفعل في التصريف الثالث بعد have او has. عز التصريف الثالث من play. اللي هو طبعا played. يبقى له هنا played. واللي بعده بيقول هنا. I bought this laptop a week ago. it was on نقط offer. طيب انا اشتريت لابتوب. اه يعني منزو اسبوع. طيب عايز اقول ان هو كان في عرض خاص. عرض خاص دي اسمها special offer. especially دي حال مش عايزة اقول هنا special offer. بعد كده بيكون عندنا سؤال الparagraph يا شباب والسؤال ده زي ما قلنا ان شاء الله ينزله الايام اللي جادي مذكرة على القناة.